بيبدأ النوع صد دروات يا شباب عادي جدا ازايكم يا شباب اتمنى تكونوا بخير معكم محمد جابر وفيديو جديد فيديو النوردة يا شباب اشرح لكم فيه برنامج كم مصر وزي ما قلت في الفيديو اللي فات برنامج كم مصر يعتبر افضل تطبيق للمونتاج على الاندرويد النوردة اشرح لكم التطبيق بالتفاصيل بتاعته طبعا واقول لكم ازاي تقدر تحمل البرنامج اللي هو بدون علامة مائية كل ده هنشوفه في الفيديو النوردة بس قبل ما نشوف الفيديو اتمنى منك ان انت تنزل دلوقتي وقف الفيديو لحظة وانزل اضغط على زر اللايك وعمل سبسكراف في القناة وفعل جرس الاشعارات ايما حاجة عشو الفيديوهات الجديدة كلها توصلك اول باوة لو عندك اقتراح او استفسار اكتبوه لي تحت في التعليق يلا بينا نشوف الفيديو طبعا دلوقتي يا شباب انا هفتح الموبايل وهنشوف الفيديو مع بعض وطبعا كل حاجة هشرحها على الموبايل هتظهر لكم على الشاشة دلوقتي طبعا بقى البرنامج كم مصطر انا هشرح لكم فيه الحاجات الاساسية اللي انت بتبدأ بها منتاج ازا اي حد بيبدأ منتاج على البرنامج ده اول حاجة كده يا شباب زي ما انتم شايفين هي دي طبعا واجهة البرنامج البرنامج بيبقى شغال بالشكل ده كده بتضغط على الدايرة اللي هي باللون البرتقالي ديت وبقى بتضغط على مشروع فارج بعد كده بقى هيفتح لك الشاشة بالشكل ده كده هشرح لكم بقى شرح سريع كده الحاجات دي كلها بتستخدم في ايه اول حاجة يا شباب مستعرض الواسات ديت اللي انت بتضيف منها اي فيديو انت هتعمل له عمليات منتاج تمام كده بالشكل كده انا كده ضفت فيديو الخانة التانية اللي هي صوت ديت الخانة ديت تضر ان انت من خلالها تضيف اي صوت انت عايز تضيفه من خلال انت بيتحدد الصوت وبتضغط على علامة ازاي ادي كده فبيضغلك الصوت تحت زي ما انت شايف يبقى انت كده ضفت الصوت اللي انت عايز تضيفه الخانة التالتة اللي هي صوت اللي هي ديت الخانة ديت لو انت ما عندكاش صوت للفيديو ممكن ان انت تشغل الفيديو وتوصل وتسجل صوتك يعني مسلا ايه اللي وقت انا ممكن اشغل الفيديو واسجل صوت للفيديو ده تمام كده يعني سجل شرح ليه بس طبعا يعني انا ما باستخدمش الخانة ديت خالص لان انا بسجل الصوت باستخدام باسجله طبعا من الموبايلين اعتبر ما باستخدمش برنامج كم مستهر كتير. تمام كده. الخانة بقى الرابعة واللي هي طبقة ديت? الخانة ديت تقدر من خلال ان انت تضيف اضافات على الفيديو. تمام كده? بمعنى ان انت ممكن تحط تأثيرات مسلا على الفيديو الخانة الاولى لها الاعلام. الخانة ديت مش هتلاقيها موجودة في البرنامج اللي على جوجل بلاي. تمام كده? لان طبعا البرنامج اللي موجود على جوجل بلاي فينا حاجات موجودة مش هتلاقيها فيه. واعرفك ايه ايه? وطبعا البرنامج ده هقولك ازاي تقدر تحمله في الاخر. خانة الاعلام ديت مسلا لو انت عايز تضيف كوروما او هتركب فيديو على الفيديو ده مسلا زي فيديو علامة الاشتراك بتاعت قناتك مسلا او اي فيديو في كوروما زي ده كده بتضيفه بالشكل ده كده. زي ما انتم شايفين الفيديوات ظاهر بالكوروما. تمام كده? والكوروما تعتبر مغطية الشاشة. تمام? فانت كده ضفت الفيديو ده. طيب انت بالوقت عايز تشيله الكوروما دي بتشيلها ازاي? وعالفكر للشباب الكوروما ده هم تشيلش غير من الفيديوهات. يعني انت لو ضفت صورة لونها اخضر مش هيتشيل اللون ده. فانت مسلا ايه عايز تشيل الكوروما دي? طبعا الخاصية التانية برضو كو اللي اقول لكم عليها الوقت دي مش موجودة برضو في البرنامج اللي على الجوجل بلاي. الخاصية دي تسمى مفتاح الصفاء زي ما احنا شايفين نوات يا شباب. الخاصية دي مش هتلاقيه موجودة في البرنامج اللي هو موجود على الجوجل بتضغط على الخاصية دي كده وبتفعلها بتبدأ الخلفية زي ما انت شايف راحت تماما. ولو احنا رجعناها تاني الخلفية هترجع زي ما انت شايف. الخاصية دي مهمة لان هي اللي بتعزل الكوروما من الفيديوهات. يعني بالطريقة دي انت تقدر تضيف اي علامة اشتراك وتضغط على مفتاح الصفاء واتفع على خلاص الخلفية بتروح تماما. تمام كده يا شباب? طيب دلوقتي نيجي للخاصية اللي بعد كده واللي هي تأثير. اللي هي في طبقة برضو. تأثير دي تقدر من خلال ان انت تضيف اي افكت مسلا لو انت في حاجة يعني مسلا صورة ما انتش عايزة اتبان او اي حاجة زي كده بتقدر ان انت تضيف اي تأثير من دول بالشكل ده كده وبتتحكم طبعا في قوته يعني مسلا بتقدر تخليه كسيف او تقلل جودته يعني زي ما انت عايز بالزبط. تقدر مسلا بتروح للتأثير بالشكل ده كده. مسلا انا عايز اشيل الراوتر ده كده عايز اخفيه. طبعا هو هنا باين هو. لو انا حطيت التأثير هيختفي تماما. بس طبعا لو انت عايز بقى تزود يعني ما تخليهش بان اكتر تقدر ان انت تضيف هو كده يا شباب. كده هو مش باين تماما. زي ما انتم شايفين هو. طبعا تقدر بقى ان انت تضيف التأثير وتقدر كمان ان انت تختار الاعدادات بتاعت التأثير ها وقت يا شباب. بتقدر ان انت تزود قوة التأثير اكتر زي ما انت شايفه هو. طبعا الراوتر هنا مختفى تماما وتقدر ان انت ترجعها مسلا تخليها وسط او تخليها واضح شوية. وطبعا كل ده بتحفظه في الاخر. نيجي بقى للخانة التالتة واللي هي سطح الفيديو. سطح الفيديو ده بتجيب طبعا فيديوهات فيه فيه صور زي دي كده بتقدر وكمان تقدر ان انت تنزل صور من الانترنت من طبعا البرنامج. تعال نخوش بقى على الخانة اللي بعد كده وهي النص. النص دي بقى بتقدر ان انت من خلالها تضيف اي نص انت عايزه مسلا كده يعني تضيفه وتتحكم فيه وتتحكم هنا بقى في لون النص وطبعا كل ده اعدادات النص. يعني اي حاجة انت عايز تتحكم في الاعدادات بتاعتها مسلا الفيديو اللي هو بتاع الكروم بتضغط عليه كده بالشكل ده كده بيجيب لك بقى اعداداته كلها. الفيديو الاولاني بتضغط عليه برضوك. بيجيب لك اعداداته. يعني كل حاجة هنا بتضغط عليها سواء فيديو او صوت او نص او اي حاجة بيجيب لك اعداداتها على طول بمجرد ان انت بتضغط عليها. والمستطيل اللي هو لون اصفر ده بيحددها. خلاص. كده انت الاعدادات كلها معك. تقدر بقى ان انت تتحكم فيها. طب مسلا نيجي للاختيار الاخير بقى اللي هو كتابة يدوية. طبعا كتابة يدوية دي بتقدر ان انت مسلا لو هترسم شكل. ترسم مسلا دايرة مربع اي حاجة من ديت وتضفها مسلا ايه? يعني عشان تعلم بها للناس لو انت بتسجل فيديو شرح او حاجة زي كده. بتقدر ان انت تضفها من خلال اه الكتابة اليدوية ديت طبعا هنا انا بكتب عوات وممكن ان انت تغير اللون وتغير الشكل كمان يعني ممكن تختار مسلا دائرة او مربع او حاجة زي كده اهوات. طبعا وتقدر تضيف الحاجات دي كلها. طيب انت بقى الوقت مسلا فتحت الفيديو بالغلط ضيفت حاجة ما انتش عايز تضيف. بتعمل ايه بقى عشان ترجع لده كله? وضغطت مسلا صح. بتعمل ايه بقى? طبعا زي ما انت شايف تلاقي فينا سامة اهوات انا معلم لك على بتضغط عليه كده? كل ما بتضغط خطوة بيرجع خطوة الور. طبع انت مسلا غلطت ضغطت ضغطين ورجعت خطوطين. وانت كنت عايز ترجع خطوة واحدة. تعمل ايه? بتضغط على السامة اللي تحته بيقدمك للخطوة اللي انت كنت عايزها. يعني انت مسلا دلوقتي رجعت خطوة ايه? وانت كنت عايز ترجع خطوة واحدة بس. فانت السامة ده بيقدمك خطوة لقدام. يعني واحد بيقدم واحد بيرجع خطوة الورى. طيب دي حاجات سهلة كلها تقدر من خالي انت تعمل الفيديو طب لو انت مثلا عايز تقص الفيديو بتقدر تقص الفيديو بكل سهولة بتضغط على الفيديو كده وبتلاقي طبعا علامة المكس دي وبتظلك هنا تلات اختيارات اول تلات اختيارات دول مهمين الاختيار الاول بيحزف من جهة اليمين والاختيار التاني بيحزف من جهة اليسار والاختيار التالت بيقطع من النص طبعا انت منصحكش تخدق ازا استخدم الاختيارين الاولين لانه طبعا ممكن مثلا انت تحزف حتة من الفيديو بالغلط فانت بتضغط على الاختار اللي في النص وتحدد اللي هو بيقطع من نص وتقدر بقية اه يعني تحزف الحطة اللي انت عايزة وكمان تقدر ان انت تضغط على المربع الاسفر ده كده وتمشي بالشاكل اياه كده اغ spend كده انت بتحزف برضك وترجع الفيديو عادي وممكن ان انت ترجع لو انت في حاجة هزفتها وعايز ترجحها تاني وكمان الخان الاخير اللي استخرج الصوت دي انت بتضغط عليها ويستخرج لك الصوت بتاع الفيديو تحت يعني انت الصوت هو تستخرج تقدر بقى ان انت تحز في الصوت وتحط صوت مكانه تقدر ان انت تتعدل في الصوت وتضيف تأثيرات وكمان هنا يعني كل حاجة سهلة جدا والصوت تقدر ان انت تعليه يعني لو الصوت يعني يواطي وانت تقدر تعليه يعني كل حاجة سهلة جدا ان انت بتضغط بتعليه طيب ازاي تضغط على الصوت بالشكل ده كده وتضغط على علامة السماعة دي كده وبعد كده بتلاقي هنا النسبة المقاوية هنا مية في المية تقدر بقى تعليها الفوق بتوصل لحد امتين وتقدر كمان لو الصوت عالي تقدر توطي طبعا دو كلها حاجات سهلة جدا وشرح سهل جدا والبرنامج سهل طيب في اختار دلوقتي لسه ما اتركوش عليه اللي هو في النص ده اللي هو باللون الاحمد ده بتضغط عليه ممكن ان انت تسجل صورة من خلال الكاميرا يعني انت ممكن تسجل بالبرنامج من كاميرا الموبايل انما طبعا زي كده وقتا شباب طبعا وكده يبدأ ان هو ايه يفتح الكاميرا وكده هو فتح الكاميرا ممكن ان انت تصور بقى فيديو والاختار التاني اللي هو الكاميرا ده طبعا بيصور صور هو كده فتح الصور وقتا شباب زي ما انتم شايفين طيب البرنامج سهل جدا ما فيهوش اي حاجة صعبة طب انت الوقت عملت الفيديو عايز تصدره تصدره ازاي ده اللي هنشوفه الوقت فيه هنا علامة مشاركة اللي هي ديت كده تقدر ان انت تضغط عليها بالشكل ده كده قوت وبعد كده بيقول لك حفظ الفيديو في المعرض بتبدأ ان انت تضغط عليها وبيجيب لك هنا بقى كزا جودة يعني بيجيب لك فيه عندك هنا جودة منخفضة وجودة متوسطة فيه دقة عالية وفيه دقة عالية كاملة وفيه دقة عالية كاملة مكررة يعني بس طبعا فيه هنا فرق اه في حجم الفيديو وطبعا ابعاد الفيديو فطبعا الدقة اللي انصحك بها واللي هي الدقة العالية. اللي هي طبعا الف وتمانية الف امتين وتمانين في سبعمية وعشرين. دي تعتبر افضل جودة وافضل دقة. تضغط عليه بالشكل ده كده. اهوات بيقول لك هنا حجم بتاع اتناشر ميجا بايت حجم الفيديو. والدقة العالية الكاملة اللي هي اخر حاجة او اعلى حاجة. طبعا الفيديو بيبقى حجم كبير هنا مية واربعتاشر ميجا. يعني انت لو عندك فيديو ميت ميجا ممكن يوصلك لاتنين جيجا لو انت هتصدره باعلى جودة. بس انا نصحك طبعا بالجودة اللي هي سبعمية وعشرين في الفمتين وتمانين. طب ليه نصحك بالجودة ديت? لان طبعا في بعض الموبايلات ما بتدعمش الجودات العالية. فانت لو صدرت باعلى جودة في موبايلات مش هيشتغل على الفيديو. انما انت لو صدرت بالجودة ديت هيشتغل على كل الموبايلات وتبقى كمان جودة كويس. او كمان يعني مش هتسحب منك نت كتير وانت بتنشر الفيديو. بتضغط مسلا على اوات بيبدأ ان هو كده يسجل اوات بيبدأ ان هو يصدر اوات يا شباب عادي جدا طبعا ان هنا في مشكلة بس هو هيصدر معاك عادي جدا. بعد بقى الفيديو ما يتصدر هتلاقيه موجود عادي هتلاقيه في هنا علامة صح باللون الاخضر على الدقة اللي انت اخترتها وهتلاقي الفيديو عادي في المعرض. قبل بقى ما اقفل الفيديو يا شباب طبعا كل حاجة كانت سهلة جدا. لو انت ما فيمتش حاجة في الفيديو عدوا الفيديو مرة اتنين هتفهم في كل حاجة ان شاء الله. لو في اي مشكلة يا شباب واجهتكم اكتبها لتحت في التعليقات وطبعا ان شاء الله الفيديوهات الجاية هتكلم فيها عن برامج منتاج للكمبيوتر وبرامج منتاج تانية اللي انا قلتها في الفيديو اللي فائل. طب كده يا شباب نكونوا صنع نهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو اعجابكم. ما تنسوش لاقي وشير وسبسكرايب. شكرا لك على المشاهدة. كان معكم محمد جابر. السلام عليكم.